أعطوني وزير الإسكان السيد ياسر أبل أولاً قبل ما أشكر الوزير أنا أشكر كلها الكويت الذين افزعوا لقضية المواطنة الكويتية بالأمس تصل السيد وليد الجاسم مستشار وزير الدولة لشؤون الإسكان وأبلغ الإعداد بين المناشدة الإنسانية وصلت لمعالي الوزير ونسوف يتابعها بنفسه وتم تزويدها بتليفون السيدة بناء للطلب نحن حاول أن نتصل عليها إن شاء الله تتجاوب معنا وكثير من أهل الخير التصلوا لحل هذه المشكلة أنا أشكرهم ورح نتابع هذه القضية حتى تتهي من القضية التي تعانيها هذه المواطنة ويتني اتصالات كثيرة اليوم على نفس القضية للصالح العام معالي الوزير الساد ياسم شاكر لك على هذه الفزعة وهذه الإنسانية طيبة في مساعدة المواطنين وهل الكويت اللي يعانون كثير من المشاكل أتمنى أن يتم تغيير القانون أن يكون في أثر رجعي حتى نحافظ على موضوع المواطنات الكوتيات وحقوقهم في قضية البيت مشكور معالي الوزير مشكورين أهل الكويت أنا مستعدين نفزع لكل أهل الكويت في حل قضاياهم بس قضية المساعدات المالية ما نقدر يعني أنا المبالغ التي تيني يوميا للمساعدات الناس ما رح نقدر خلونا نهتم في قضية فزع المواطنين المشاكل اللي يقع على البعض الظلم نحاول نعرضها من أجل الصالح العام مشكور مع الوزير ومشكورين أهل الكويت وكلكم على رأسي فاصل ورجع لكم